رجعنا مجديد ومستمرين يعني في أولى استضافاتنا لليوم رح نتحدث عن مفهوم بجمع بين الأبعاد الاجتماعية الاقتصادية والبيئية مفهوم التنمية المستدامة ولكن رح نخوض في حوارنا عن هذا المفهوم بشكل تفصيلي والأبعاد وأيضا المؤسسات المعنية بهذا المفهوم رح تكون معنا الدكتورة خلود الزعبي الخصاونة من قسم العلوم الأساسية الإنسانية والعلمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا ونحكي لها صباح الخير وأهلا وسهلا صباح الخير أهلا وسهلا فيك دكتورة اليوم نشوف مصطلح التنمية المستدامة اليوم مصطلح الكل عم بيتحدث فيه وأنا دائما بحكي مش التنمية المستدامة ما بتخص قطاع البيئة ولا قطاع الزراعة ولا الصناعة هو نظام حياة أسلوب حياة رح يصير بحياتنا بشكل عام نتحدث أكثر عن التنمية المستدامة وكيف رح يكون لها دور وأثر على حياتنا هلأ مثل ما حضرتك تفضلتي يعني مفهوم تنمية المستدامة هلأ عم نسمعه كتير بكل محال بالاقتصاد بصدرها على الأعمال الريادية بالشركات بالمؤسسات فباختصار إذا بدي أقتصر بدي أعرف بس بكلمتين تنمية المستدامة هو ترشيد الاستهلاك هلأ بس عشان أوضحها للمواطن يعني تنمية المستدامة ترشيد الاستهلاك هو أنا كيف بقدر أستخدم الموارد الموجودة حاليا وأستفيد منها بنفس الوقت كيف بدي أقدر أحافظ عليها للأجيال القادمة فهو كالمستدامة بلش يطلع بالخمسين نيات والستين نيات لما كان بدك الوقت كان عصر الآلة فكان دخل الفرد كتير قليل وكان العالم كلها يتو عم بعاني من أزمة مالية هائلة وفبلش العالم يسلط الضوء على الكائن البشري على الإنسان أنه يشوف قدر مدى الضرر اللي بتسبب له هي الآلة وقدر مدى التلوث اللي عم بتسببه الآلة للبيئة فمع هيك طور المصطلح شوي شوي صار مسمى في بداية التمنيينيات والتسعينيات خاصة بظهور العالمة وخاصة أنه ظهر فيه مستثمرين عم بيستثمروا في الدول النامية صاروا يشوفوا الفقر بأعينهم بطريقة أوضح صاروا يشوفوا التلوث بطريقة واضحة أكتر فمن هون بدأ الاهتمام بتنمية المستدامة أول ما طلع المصطلح العالم فكرته مصطلح رفاهية مصطلح رح يظهر اليوم ويمشي بكرة ولكن مفاجأة أنه المصطلح أثبت جدارته وحقيته أنه وأكد أنه هو عنصر ضروري بالأساسي لاستمرار الحياة على هذا الكوكب يعني مثلا أنا بدي أقضي على الجوع بدي أزرع أوكي بزرع بس هلأ في وسائل تكنولوجية جديدة بتعلمنا كيف نقدر نوفر ماء نحافظ على التربة بدي أبني مساكن لكل الناس طبعا بدي أبني مساكن بس لش ما أخلي هاي البناية مثلا صديقة للبيئة لازم أعمل طرق خدمات مرافق بدي أعمل مصانع أكيد بقدر أعمل مصانع بس لازم أراعي البيئة المحيطة رح نحكي بهذا التفصيل أكتر يعني بس شغل تأثير رح يكون بشكل عام مش مع من خص شغلة وحدة نعم أكيد مثلا بدي أحافظ على نظافة بيتي بدي أساعد وأساهم بتدوير المخلفات تبعوني بدي أستمتع بالمرافق العامة طبعا بقدر أستمتع ولكن نفس الوقت ما أخربها عشان الجيل اللي بعدي يقدر يستفيد منها فعشان هيك هي تنمية المستدامة مثل ما حضر لردك تفضلت أسلوب حياة نتعلمه ونعيشه ورح نحكي بالتفاصيل قده هي سهلة هاي الأمور تكون أسلوب حياة اللي ناتجة من هذا المفهوم رح تكون يعني واضحة للجميع وكل ما عم نمر بالسنين عم بزيد الأثر صحيح صح مضبوط يعني هلأ هي أبعاد التنمية المستدامة حطوها أول شي كان البعد الاقتصادي كان هو البعد الرئيسي صح بعدين البعد الاجتماعي بعدين البعد البيئي ولكن من عشرين عشرين اكتشفنا أن البعد البيئي هو أهم بعد ليه لأنه البيئة قد تقدر تقضي على اقتصاديات العالم كلها وخاصة هلأ مع التغيير المناخ اللي عم بصير في كتير دول خايفة أنها تتلاشى البعد الاقتصادي هو البعد اللي بيحافظ على دخل الفرد وعلى المستوى التعليمي والمستوى الصحي لإله البعد الاجتماعي اللي بيحافظ أنه يعطينا ضمانات لحياة كريمة ورفاهية البعد البيئي هلأ لما أنكم بكون بشتغل قوي اقتصاديا لازم أحافظ على الإنسان وعلى البيئة لازم أراعي أبعاد البيئة المحيطة لازم أشوف المشروع الاقتصادي تبعي إيش تأثيره على البيئة فإذا حكيت أنه هناك بمشروعي في تأثير سلبي على البيئة أكيد هون دراسة الجدوى رح تقول لي أنه ما أعمل المشروع ما أكمله لأنه كلما قل الأثر السلبي على الإنسان والبيئة كلما كانت جدوى المشروع في إلها فائدة على المجتمع وعلى المستثمر وعلى المواطن اليوم كيف بدنا نحققها دكتورا للتنمية المستدامة؟ اليوم تحقيقها بده شروط مختلفة وبدنا اليوم خطط تواكب على التطور اللي عم بصير حولينا اليوم كيف بدنا نحقق التنمية المستدامة بطريقة أنه كمان إحنا نعمل إدماج ما بين القديم والحديث أنا دائما أرفض أن يكون هناك إزاحة أنا مع الإدماج ونتمش مظبوط اللي بدأ أقوله لما بدأ أحكي لهذه النقطة هل أنا جيدتك إياها سواء من المسؤول عن التنمية المستدامة؟ من المؤسسات المسؤولة؟ عشان بعدها رح أتفرع لك لأنه إحنا لازم نقصل العصير ونقصل المعاصر فأنه المؤسسات المسؤولة طبعا ما في إشي اسمه مؤسسة واحدة أو قطاع واحد للمسؤول ودايما أنا في كل حلقاتي بحكي أنه لازم تتظافر جهود المجتمع ككل عشان ننهض في المجتمع مرة واحدة فلما بدأ أحكي عن التنمية المستدامة بربطها بمصطلح المسؤولية المجتمعية وإبراهيم كان معي قبل لما حكينا عن التنمية المستدامة بالمسؤولية المجتمعية أكتر من مرة بس هون رح أصلت عليها الضوء بكيف بربطها بالتنمية المستدامة بالمسؤولية المجتمعية المسؤولية المجتمعية هي مين؟ هي مسؤولية الفرد مؤسسات المجتمع الشركات المجتمع المدني الحكومة الإعلام كلاتها ما بعض فمثلا لما أقول مسؤولية المجتمعية للفرد اتجاه التنمية المستدامة وكيف يحقق أهدافها هلأ أنا مسؤولي المجتمعي للفرد أنه بدي يكون مواطن صالح منتج منافس عالميا مواطن صالح كيف يكون مواطن صالح أول شي بالأخلاق لازم يكون يعني مثلا أنا لما برمي مخلفات عفوا نفايات أحكيها مخلفات من شباك السيارة أنا أول شي هذا سلوك غير حضاري سلوك غير مقبول وإله أثر إيش الأثر أنه أنا عم بخلي عامل الوطن يبذل مجهود أكبر عشان ينظف المخلفات اللي هو كان بهذا الوقت كان بقدر يعمل إشي تاني بفيده أكتر مثلا أنا عشان لما أكون مواطن صالح أكيد ما بدي أكون مواطن فاسد أنا لما بكون مواطن فاسد عم بخلي برفع تكلفة الخدمة واحد وعم برفع تكلفة المنتج بحد ذاته فأنا لما بدي أكون فلازم بمواطنتي أشمل كل هدول ما بعض أخلاقيا وماليا وتشاركيا مثلا أنا لما بدي أكون مواطن صالح لازم أكون منتج وينما كنت بشتغل قطع عام قطع خاص مؤسسة ربحية غير ربحية أنا لازم أشتغل بضميري أنا لازم أعطي بكل طاقتي لأنه الإنتاجية العالية للفرد هي أساس أي نهضة اقتصادية وبنفس الوقت أساس المردود المالي اللي يبعود للشخص نفسه فإذا تطوير على الصعيدين شخصي شخصي وعم مظبوط كيف بدأ أكون منافسة عالميا هلأ دايما نشوف في أشخاص ناجحين أردنيين قدروا يوصلوا للعالم قدروا يفرضوا حالهم على مستوى العالم بنجاحهم هلأ أنا لما بمثل لما بكون أردني وناجح وحتى لو إني برى البلد هيتنمي مستدامة أنه أنا أظلني أمثل بلدي بصورة اتشرف البلد تبعتي فأنا وين ما بدي أروح هاي كمواطن صالح عنده مسؤولية مجتمعية فهذا الجانب اللي بخص الفرد مثلا لما بنحكي المسؤولية المجتمعية تجاه الشركات هلأ الشركات إلها شقين بتحمل مسؤولية المجتمعية عشان يدوم التنمية المستدامة شق داخلي وشق خارجي الشق الداخلي من هو الإنسان وإحنا دايما ليش في عنا تنمية المستدامة عشان الإنسان عشان نائحنا يعني الشق الداخلي للإنسان اللي هو الموظف العاملين لازم تأمن له بيئة مناسبة للعمل لازم تأمن له بيئة صحية للعمل لازم تهتم تعطيه تأمينات لازم تهتم بالدورات اللي بترفع من كفاقته لازم كمان مثلا إذا هاي الشركة عم تعمل فيها بتصنع مواد كيموية لازم تجبر هذا الموظف أنه يستخدم أدوات السلام العامة لأنه لصحته وللمجتمع بنفس الوقت هلأ القسم الخارجي اللي هو المجتمع حكينا عن الداخلي الخارجي إذا أنا عندي شركة مثلا بمنطقة معينة وهاي المنطقة إليها احتياجات وأنا مضطر أصنع منتج بيستخدم طنقة سلبية طب والمنطقة اللي أنا قاعد فيها أول إشه سأضر المحيط بالضبط بركب فلاتر باستخدم طاقة بديلة يعني إحنا بالأردن الشمس فعليا ما بتغيب عنا يعني يعني عنا شتاء نعم بس هلأ إحنا مثلا بشتاء كثير أيام فيها مشمسلوهاي تقدر تولد الطاقة البديلة فهي بالنسبة للشركات بس أنا بدي أحكي شغلي هون فضل لأنه في البداية تحدثتي بأنه لما بلش هذا المفهوم وطلع هذا المفهوم كانوا فاكرينوا رح يكون ترند لفترة ما ولكن أنا سؤالي هون دور الإعلام لما يصلت الضوء على التنمية المستدامة ويمكن هذا السبب اللي خلى هذا الموضوع يكبر أكثر صار فيه تسليط ضوء عليه من خلال الإعلام وهاي من نفس تكملة المؤسسات المسؤولة عن التنمية المستدامة هلأ طبعا الإعلام إشي له دور كتير كبير يعني أنا هلأ بموقعي هات يعني أكيد بشكر إذاعة التلفزيون الأردني أنه أتحت للفرصة وعطتني جزء مساحة من برنامج يوم جديد أنه أحكي في هذا الموضوع أد ما هو مهم مثلا إذاعة التلفزيون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني أنه مثلا أدبس تضيفه مبادرات شبابية إلها علاقة بالتنمية المستدامة بيضوي كل أعمال التطوعية هي تندرج تحت تنمية المستدامة لأنه إحنا عم نعمل إشي بيحمل بيئة منفكر بأشياء مثلا اللي بيعمل طاقة شمسية اللي بيعمل إعادة تدوير الشباب اللي عمليون هاي المشاريع على حالها ما هي هاي كل المبادرات مربوطة بأهداف التنمية الاجتماعية وهي دور المؤسسة الإذاعة والتلفزيون إنها تقدم هذا الدور وتسلط الدور إنها تدعم التنمية المستدامة بشكل أو بآخر لأن أقولك شغلة أي جهة إن كانت مجتمع مدني شركات شباب ما تسلط عليها الضوء رح يقل الحماس فالإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني هي عم بتسلط الدور فشوفوا أدي عم تعطي حماس ودافع لهذا الشباب نعم إذن تقول عن الأفراد صحة وعن الإعلام شو باقي المؤسسة؟ في عنا مثلا المجتمع المدني المجتمع المدني هو القوة الدافعة على الأرض هو القوة الدافعة للتنمية ليه؟ لأنه المجتمع المدني هو اللي برضو بيسلط الدور وبيحكي لنا احتياجات المناطق المهمشة اللي ما بيقدر تصل لها الشركات الخاصة المجتمع المدني كأنه هو رب الأسرة اللي عنده كتير حالات وبدو يعالجها عنده كتير مدارس وبدو يطورها عنده كتير أحلام وبدو يحققها بس فيه عائق اللي هو التمويل فعشان لهيك لازم نعزز الشراكة والثقة بين المجتمع المدني والشركات الخاصة والمتبرعين عنا مثلا دور الحكومة دور الحكومة طبعا دور جوهري دور أساسي هو نعم دور تنظيمي سن القوانين بيعطينا معلومات سن السياسات يعني رؤية جلالة سيدنا الله طويلنا في عمره عن خطط طويلة مدى للتنمية المستدامة يعني وأدي عم بيشتغل على هذا الموضوع في كل الشركات فعم بيخلينا عشان حياة فضلة لإلنا هلأ وتستمر هاي الحياة للأجيال اللاحقة نعم طيب سؤال يعني لأنه خلينا يعني نتحدث بأرض الواقع كثير من الأمور اللي بتأثر سلبا على التنمية المستدامة وتحدثت عن القطاع الصناعي تحديدا سؤالي كيف ممكن أن هذا المفهوم يكون أسلوب حياة كيف ممكن أنه يكون هناك قوانين رادعة عالمية للقطاع الصناعي مثلا بشكل عام البيئة هل يوجد هل هناك محاسبة هل هناك محاولة لجعل هذا المفهوم أسلوب حياة وبنفس الوقت يكون فيه للشخص اللي بخالف يعني بردع ساحب نردع هلأ تفضلت فيه أكيد هو موجود بس أنا ضد أنه كل شيء أعمله عشان يكون فيه قانون هو فيه قانون وفيه مخالفات وهلأ إذا عم تشوفوا كثير عنا قوانين فأنا بحس كل مقلة القوانين كل مزاد رقي المجتمع فهذا كيف بقدر أضبطه أنا مثلا من تنشئة الاجتماعية من الأسرة من المدرسة من الجامعة يعني ما فيه تسليط بالمدارس مثلا أنه ما تستخدم البلاستيك أدي البلاستيك شيء مضر للبيئة هي مادة غير متجددة ما بيتحلل البلاستيك عم بيصير عنا خلل في توازن البيئي التوازن البيولوجي أنه الحيوانات عم تنقرد هلأ أنا بدي أعرف أنه طب وين ينقرد هذا الحيوان لا ما هو بيختل توازن هذا الحيوان عم بتغذى حيوان تاني الحيوان اللي ما رح هذا يتغذى عليه رح يتكاثر أكتر رح يصير عدم توازن في البيئة البلاستيك وين عم بيروح بالأخير على المحيطات على البحار مين عم بيأكله الأسماك الأسماك مين اللي عم بيأكلها إحنا فبالنتيجة هاي التوعية أنه أنا لو بقدر ما أستخدم أبداً البلاستيك وأحل محله إشي تاني ورقي اللي بقدر أعيد تدويره كتير بكون إشي يعني أفضل للمجتمع تاني إشي مثلاً لما أنا أقول بلاقي مثلاً حدا طالع بسيارته والعادم تبع السيارة قتل الدنيا هاي بتبلش المسئولية من الفرد يعني أنا أي نعم رح يكلفني أنه أضبط الموتور تبع سيارتي بس أنا مش عم بقذي حالي عم بقذي كل اللي حوالي عم بقذي البيئة عم بقذي طبقة الأزون عم بقذي الناس اللي حوالي التدخين لما حدا بده يعود يدخن مثلاً هلأ تشأول أنا ضد التدخين تدخين بأنواعه التدخين بأنواعه طبعاً لسه الأرقيلة الهوى اللي بيطلع منها فالمدخن السلبي قدير رح يتضرد فأنا لازم أوازن بهاي الأمور مثلاً ترشيد المي الطاقة يعني إذا بتذكروا زمان جدي وستك وستك كانوا مثلاً إيش دايما نقولوا سكروا الحنفية صح اتفضوا عشان هم هاي الطاقة كانت جديدة لإلهم أصلاً أنه ككهرباء وكانوا خايفين أنها تنبض وكان إلها تقدير بدهم إياها تستمد فالعالم هلأ صار يفكر مثل ما بيفكروا كانوا جدي وستك أنه وفروا المي أطفل كهرباء هلأ زي في أشياء في أعمال ريادية أعمال ريادية بيشوفها للشباب عندي بالجامعة أنه عم بيعملوا أشياء مخطوعة ترشيد استهلاك المياه والعديد من الأمور وهي أمور مش مكلفة أي حدا بيقدر يخلي أهداف تنمية مستدامة أسنوب حياة هي ثقافة مجتمعية هي ثقافة مجتمعية خاصة إعادة التدوير يعني مثلاً إحنا بلشنا وبعدين نرجع نقام المفهوم شوي لما خطينا حاويات تقسيم معدن مياه وورق بس لأنه بدنا نوعي مثل ما حدثتك تفضلت ثقافة مجتمعية أكتر فأنا مثلاً لو سألت أي حدا في الدنيا إحلمت وقالوا لك أنك أنت رئيس الكون هذا إيش ممكن إيش تفكر بده يكون هذا الكون كنا رحين نقول يكون أخضر يكون ما فيه فقر ما يكون فيه جوع يكون فيه بيئة نظيفة يكون فيه بياه هاي هي أهداف التنمية المستدامة فهو الحلم اللي هو بده يتحقق إن شاء الله وعم بيتحقق بس لحالي لحالك ما بيصلط بده تكاثف كامل يعني دكتورة اليوم نشوف كل الدول تتكاثف مع بعض البعض حتى تحقق التنمية المستدامة والمفهوم وعم بنشغل اليوم على الثقافة المجتمعية للعالم ككل بموضوع التنمية المستدامة نشكر جزيلاً شكراً على توازدك معنا وعلى هذه المعلومات القيم شكراً لكم شكراً لك ودائما نحنا نركز على إنه نقدر ما لدينا من نعم على الفكرة نحنا الواحد يتعود على هذه النعم فبطل كتير يحس ويقدر هذه النعمة فلا نرجع للقديم دائماً بحكي نرجع ما اللي تربينا عليه وجد بتلاقوا إنه كل شيء قديم عم بيرجع حلاً ولازم نحافظ عليه